مرحبا مونير عجم بالفيديو السابق سجلنا عن موضوع العقود والفرق بين ركزنا اكتر على الناحية العلمية اما الاكاديمية بالتعريف بين الفرق بين العقود بين الفيكس برايس والثامن الماني يمكنها create new material وcost plus. وركزنا اكتر على cost plus وانه cost plus فيها ثلاث انواع اللي هنه بطبع cost plus percentage of cost, cost plus fixed fee و cost plus incentive fee هل بطبعه كمان ممكن تغيارات على هال الموضع كلا سبما مش ضرورى يكون هالانواع فقط موجودة في كتير بعقود تانيه ممكن تكون بطريقة ما مرتبطة بهالانواع الثلاثة الاساسية هلأ بهالفيديو اللي نحن نركز شوية اكتر عموضوع الممارسات بس كمان بمنطق شوية علمي نحن نحن اكيد عربي عم نشتغل بالدول العربية وواضح انه بالدول العربية خاصة بالمشاريع نحن نوعين من المشاريع اللي هنه اكتر استخداماً نوع من العقول عفواً بمشاريع البناء والمشاريع كتير من شبيهة فيها بنلاقي عقول ال Time and Material اللي هون بالدول العربية اتليس بالخليج على الاقل بسموها Remajer Contract اللي هو طبعاً مدنية على الكميات بالعمل تقييم الكميات للمشروع الانشائي يعني نحن نصل ال Construction وعلى اساسها بيصير الشغل وباخر العقد بنعاد تقييم الكميات ومقارنطة مع الخطة وعلى اساسها بيصير تحديل هيدا نوع من العقود الأكت شائع بهالموضيع مشاريع المباني مثلاً ونوع عقود تاني اللي هو موجود نلاقيه كتير بالمشاريع النفطية وغيرها اللي هو Fixed Price Contract هلا بشكل عام هم هالدول موجودين اللي يفضل هو Fixed Price Contract مثل ما انه يمكن الاكتر هلا بطبع مني عمل دراسة علمية على الموضوع بس بناءاً لخبرتي بالمنطقة تقريباً هلا 17 سنة ما بن يعني اكتر خلا نقول اذا مش معظم المشاريع هي Fixed Price اما Time Material ما بعتقد ولا مرة يمكن بال 17 سنة وجهت مشروع هون اللي هو ممكن يكون Cost Plus هلا احين كنت عم بتعامل مع بعض الشركات وقلونا انا احنا مستخدمها بس لما منسألهم بيطلع بالنهاية هو مش Cost Plus هو اكتر Time Material انه بعتبره Reimbursable انه اذا انا بدي وظيف تنقل الاستشارة ما بعف كم يوم بدي ايه بجيب وبتفعله عن نهار انه معاياتها I'm Reimbursable لا هيدا Unit Time Time المتيري لما Unit Rate لما بيكون في عنا عم يدفع ان احنا ليونت سعر سابت لليونت المحدد Cost Plus هو لا بدي فوتير بدنا نشوفه فوتير بدنا نشوفه فوتير بدنا نشوف عرضاً بيصير فيه assessment للمعاشات وبناء على هذا الشي بيكون في عم بندفع كلفة المقاول كلفة كاملة المقاول ولا الاستشاري ولا بغض النظر شو هو مع بالطبع الفيز هلا بالطبع من المعارسة الدول العربية ليش بتجنبوا Cost Plus لا بالطبع الفكرة هي انه والله Cost Plus هو ممكن يكون مجال الفساد فيه عالي يعني مثلاً شو المقصود فيها تنقول انا مقاول بروح بدي اشتري material حقه مليون دولار بتفق انا والفندر بقول له عمل الفتورة بمليون ومية وبعطيك تنقول عشرين الف بالروني يعني هو حقه مليون دولار بتنقول المaterial بتفعله مليون لالله بعطيه تنقول خمسين الف زيادة وانا بخدلي خمسين الف بالروني وبنزور الفتورة يعني هيا احد الافكار انه متواجدة بالعقلية انه بالطبع انه Cost Plus Contract ممكن فيها تزوير وممكن يصور فيها فساد وممكن يصور فيها اليوم الفساد اذا موجود حيكون موجود بغض النظر شنوع الالكونتراكت يعني بالفكس برايس كونتراكت مش ممكن يكون فيه فساد بالعكس بالرأيي ان الفساد اكتر هناك لانه ممكن تنعطى change other change other يكون into 100 الف دولار عنه مية وخمسين كمان يعني هناك بالcost plus يمكن الفساد بين يكون بين الفندر والمقاول هون يمكن يكون الفساد بين الباير والسلر يعني الفساد اذا بدي نواجد واذا فيها عقلية فساد حتنواجد بغض النظر شو بكم تشتولو طيب اذا بنشير مضوع الفساد على جنب شو هو نوع العقود الانسب ما في جواب الانسب هو بالطبع project management daemon بنقول نحنا المليون دولار answer to any project management question is okay it depends it depends على شو على الشغل يعني اذا نقول نحنا انا كشركي تنقول نحنا buyer بدا نعمل مشروع اذا النطاق العمل والسكوب طبع البروجيك خالص يعني we are تنقول 95 I'm a 100% complete so scope we have a detailed scope of work عنا والسكوب سابت يعني مش حكون في عنا كتير متوقعين تغيرات و change orders والوابع الاقتصادي تنقول probably ما فيك الشغل يمكن الفيكس برايس كونتراك اكتر شيء انسب شيء بهالنوع بها الحالي هي ليه لانه اول شيء نحنا كباير ما لاحنا نغير رأينا كتير اللي هني عالة الفلوس اللي بعملوا المقاولين من وراء change order اذا scope fixed well defined و fixed اوكي معناه ما في مجال اللعبة كتير بالاسعار و بالتغيرات هذه الشغلة واذا الماركت شوي ضعيف المقاول بده يجري بيخفض اسعار و قدر الامكان تقدر يخد شغل تيبع عيش هاي دي حالات مثلا هلا اذا كان المشروع scope مش كتير defined اما في عندنا احنا ما منه ثابتين المتوقعين يصبتين تغيرات على المشروع الفيكس برايس يعني مش هي الانسب لانه هون ممكن تصير نسبة الكاست طبع change يكون كير عالي هاي احد الشروط هلا بطبع كمان الفيكس برايس بيمشي وين تنقول مع شركات مع بايرز اللي هنلي ما كير عندهم خبرة بادرة المشاريع ولا ما كير عندهم فريق عمال كبير يعني تنولي دي بارتمنت تبع البراجيك مانجمة ولا الفريق تبع البراجيك مانجمة كير صغير مش قادر يدخل بتفاصيل المشروع معايتها انه بتكون في رسك على العيون فهون بيحاولوا الرسك لمقاول وبخلي جيبوا رسك بخلي المقاول هو يدير عبر الفيكس برايس كونتراك اما اما ممكن يجيبوا بي ام سي كونسلطنت يعني براجيك مانجمة كونسلطنت تساعدهم بادارة المشروع على كل انا ميني هون وان صح والغلط نحن نقول انه عالة النوع العقد هو يبقى حسب واقع المشروع يعني من المشروع ل مشروع ممكن يتغير للأسف عم نشوف انه لا هون ممنوع ان انا نفكر بقية شي تاني خلاص فكس برايس فكس برايس هلا الكوس بلاس امتين مناسب هلا بطبع اننا اكتب النوع من الكوس بلاس الكوس بلاس مناسب اول شي لما نحن بدنا نشتغيل كبير بدنا ان السرعة والوقت مهم لنا لانه نحن هما في الضوم انا انتو تكون تسعة تسعين بالمية سكوب تبعيني خالص فين يبلش يكون سكوب تبعيني ستين سبعيني بالمية يعني انا اقدر اكتب وقت هون التاني شي البيدينج بالفيكس برايس بياخد اكتر من الريمبيرس بالكاست معنات انا اقدر وفر وقت هون يعني من ناحية الديفنيشن ومن ناحية البيدينج اقدر وفر وممكن يكون على مشروع كبير وفر تات ربعة تشهور والمشاريع الكبيرة والعملكة كل يوم ممكن يكون قيمته مئات الاف دولارات ومشان هيك هون اذا اقدر وفر شهر انا ممكن اقدر وفر لي 20-30 مليون دولار اما اذا خلصت المشروع شهر قبل انه عندي امكانية الانتاج وارباحة اعلى ساقبني احين سريع الموضوع اذا فيني سريعه بطريقة علمية ليس طريقة عشوائية هون هي احد اسباب اللي ممكن تخلينا نروح كاست بلاس تانيا الكاست بلاس بيخليني انا اتحكم كباير انا اقدركم اتحكم بالموضوع اتحكم بالكواليتي اتحكم بالجذول الزمني اتحكم بالشغل اذا الشيء ما عم بيعجبني يمكنني اقول غير بينما الفيكس برايس يمكن اعباله اذا لقي حوله خاص وصيره معنا يعني مشاريع اذا المقوم ملاقه حول الخسرون ما بقى يهمه بقى صوروا يهمه يقلل خسارته ما بقى يهمه بقى اذا بدي خلص مشروع على الوقت ولا يخلص الموضوع مشروع بجولة عالية فهون الفرق انه انا بالكاست بلاس الباير هو عنده تحكم اكتر مثل ما قلنا بيجي الخوف في موضوع الفسائل اتحكم فيه بالطبع انا ما بنصح حدا يشتغل كاست بلاس كباير اذا ما عنده فريق عمل يكون ابضاي وعنده خبرة بادارة المشاريع مش خبرة انه نظرية كاكلاين تراب خبرة بالادارة يعني عنده بدي يدخل يعني بدي ينزل على الورشة الباير ما في يكون الخواجة قاعد بمكتبه وبس بيطلب تقارير يعني لا لازم يكون الفريق العمل تبع الباير نزلين وعم بتعاون وعم بيشتغلوا يادا بيد مع المقاول لما بيصير الشغل ولا الاستواشاري بادارة المشروع يادا بيد من ناحية ادارة مش هنحكي نحنا construction كالشغل لانه اكيد مش هنزل نعمل ال construction ولا نعمل ال engineering design هون ضروري يكون انه الشركة بده تشتغل الباير بده يشتغل يكون عنده خبرة قوية بيدك المشاريع وقدريني يتحكمه وقدريني يرؤبه بالطريقة صحيحة مش هنقدر نشتغله يتحكمه اكتر بالمشروع هلأ شو فيه إيجابيات ها هي ممكن الإيجابيات الأساسية به النوع المشاريع هلأ فيه الناس بيقول انه ايه الانسب منير برعيك انت ايه الانسب انا شخصيا بنتمه السابع بس اذا نقول الكوندشن موجودين للكاست بلاس او الفيكس برايس حسب النوع اذا بالنسبة لي لا انا شخصيا كباير فضل الكاست بلاس وهذا شيء عم بحكيه مش بناء على نظري كخبرتي كمونير عنجام انا شغل جزء كبير من حياة العملية ببداية وكنت يونج انجينير حتى على كاست بلاس كونتراكت كاست بلاس كونتراكت منا ميجا بروجيكت ومنا اللاينس كونتراكت يعني انا مشتغل نحنا مع مقاول اللي يكون كل مشاريعنا بمنطقة خمسة خمسة كاميكال بلانت لانو كنت انا مع اكسون كاميكال بالخمسة الكاميكال بلانت يعني انا وان بارتنين كونتراكت بيعملوا كل مشاريعنا كمان كانت كاس بلاس انسانتيف فيه وبالطبع هذا المشروع كان فيه قطير قصص وحكايات ومشاكل وجزء مننا العلاقة بعقل عقود بس بعدين قدرنا تخطينها بس بشكل عام بشكل عام اتما قلت اذا عندي الخيار والفريق عندي فريق كباير وعنده خبرة بادارة المشاريع جيدة مش بس ككلاينتراك وبالنسبة لالي تنقول الوضع الماركت كتير صعب يعني ممكن يكون الفيكس برايس يكلفني كتير غالي لا افضل الروح كاس بلاس كاس بلاس انسانتيف هذا اللي بفضله فيه حاليات ممكن تطلب كاس بلاس اما كاس بلاس فيكس فيه اما طايم الماتيريال طايم الماتيريال العادة انا هي اكتر مرغوبة بمشاريع المنتنس اما مشاريع اللي امرجنسي انا عندي حالي ما عندي وقت روح اعمل بيدنج بدي موبلايز كونتراكتر بسرعة بتشاور انا وياه ومتناقش ونعمل بيدنج على اليوني تريد طبعا انت عنافز بعتقد هون ممكن صرت الصورة واضحة انه بالفيديو السابق متما ان اسكرنا تقنيا شو هي العقود التي تشتغل اليوم نحطينا شو هي الكنديشن المطلوبة تنقدر نقرر اي نوع من الكنتراكت اذا في اسئلة ايسا بدا توضيح اما في امور من النوع ان هذا الفيديو ويت هي ردا على بعض النقاش اللي عم بصير على الفيسبوك بتمنى تطلبوه منا وممكن نرجع ان تلجح الفيديو ويت مستقبلية على هذا الموضوع شكرا وإلى اللقاء